في عام 1720 وعام 1820 وعام 1920 والسنة دي في 2020 1720 كان هناك وباء ظهر في مدينة مارسيليا الفرنسية وكان هذا الوباء اسمه الطعون 1720 او ده بحياة حوالي 100 الف مواطن خلال ايام 1720 بعد 100 سنة بالتمام والكمال بعد قرن بالتمام والكمال 1820 في اندونيسيا وطايلاند والفلبين ظهر وباء جديد اسمه الكوليرا او ده بحياة اكثر من 100 الف ايضا خلال ايام بعد 100 عام يعني قرن من الزمان بالتمام والكمال 1920 ظهر وباء كان قاتل وكان كاسع اسمه الانفلونزا الاسبانية او ده بحياة من 50 لمية مليون مواطن وكان هو الاشرس والاكثر خطورة على سكان الكرة الارضية بعد 100 عام قرن من الزمان بالتمام والكمال في عام 2020 اللي احنا فيه في بدايته ظهرت بوادر ازمة صحية جديدة او وباء جديد وهو اللي انطلق من الصين اسمه كورونا ربما تكون مصادفة مصادفة انه في سنة 20 من كل قرن بيحدث كارثة وبائية 1720 الطعون 1820 الكوليرا 1920 الانفلونزا الاسبانية 2020 كورونا هل هذه مصادفة؟ هل هذه فعل من افعال وتفاعلات الطبيعة؟